أهلا بكم مفيش أجمل من الست الحلوة صاحبة الابتسامة الجميلة اللي تحس فيها بالطيبة إيش تركيبة صاحة التركيبة إيه؟ تركيبة حلوة أوي أوي جزء من التركيبة دي مسؤولية صناعة الابتسامة أو مصمم الابتسامة صدقوني لو أقول لكم أنه مهمة أوي أن الابتسامة تكون مضبوطة عشان ما يبقاش بقى الوش حلوة والطيبة موجودة والروح الحلوة حلوة وكل ده طالع بأسنان تخليك تنسى ده كله الأسنان عندها قدرة جذب للعين لو هي مش معمولة صح فعلا مفزعة قدرة جذب تخليني أضع مسؤولية تصميم الابتسامة دي يعني مسؤولية كبيرة جدا ده أنا هقول لك على حاجة أكتر من كده صدق أن العين تاخد على عيوب الأنف ممكن تاخد على عيوب الحواجب تاخد على عيوب الشعر تاخد عليه يعني عادي جدا ممكن أنت تبص الإنسان كده بروس ويلز أنا شايفه ولا فيه أي رغم أن بروس ويلز أصلا ما عنده الشعر لكن أنا مش متضايق لكن ما تاخدش على عيوب الابتسامة على عيوب الأسنان ضيف العزيز فعلا من كدر ما تكلم على كلمة تصميم الابتسامة ما بقيتش بقول تصميم الأسنان ما بقيت أقول تصميم الابتسامة تعالوا نشوف هذا الحوار مع ضيف العزيز الإسم البارز والمتميز للغاية في عالم تجميل الأسنان نهارده دكتور عبدالله متولي ما فيش أجمل من الست الحلوة صاحب الابتسامة الجميلة اللي تحس فيها بالطيبة جزء من تركيبة دي مسؤولية صناعة الابتسامة أو مصميم الابتسامة تصميم الابتسامة المعمول مظبوط ده بيتكون من حاجتين هنا عقلك وعينك عقل الدكتور وعينه فكرة أن أنا أروح لدكتور السنين وقل له وريني تصميم الابتسامة بتاعي قبل mà نبدأ ووريني تصميم زي ده كده أسنان فقط ده كده مش تصميم ابتسامة شف بقى ده كده في الفيديو أنا مسهور فيديو مش بسهور صورة بص يا دكتور عامد الفرق من الصورة فوق والفيديو اللي تحت ده كده هتعمله تصميم ابتسامة ده كده تصميم ابتسامة حقيقي يعني العيان جاي من عندي ابتسامة خارج بابتسامة مختلفة متصممة من الأول وجديد في عامل مهم جداً الناس بتعملوا حساب جامد دلوقتي وعمل الوقت لأنه كمان في طب الأسنان قبل كده كان الوقت بتاع صناعة التسامة ده بياخد وقت طويل جداً أنا محب الشغل اللي يتعمل يفضل مدى الحياة وتاخد عليه جرانتي أو ضمون مدى الحياة طب لو شفنا الحالة دي بعد هي بقت كده فقد إيه؟ فأربع خمس إيه تصميم الابتسامة عايز قرار يكون قرار فيه أكثر من مرعاة لأكثر من جهة الوقت واضح أنه عامل مهم جداً الإمكانيات المالية عامل مهم جداً جداً وأيضاً لازم واحدة بنعمل لازم نضع باعتبارنا الشكل الوظيفي طيف العزيز دكتور عبدالله بتولي إخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لماركس برايتي الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان المصمم للابتسامة المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلاً بيك دكتور عبدالله زيكاً دكتور عيد أنت من كتر ما قلت تصميم ابتسامة تصميم ابتسامة خلاص أنا حفزتها كده وبيت بقولها كده على طول لكن في ناس كتير مش فاهمة مصطلح أو الإكسبريشن بتاع تصميم الابتسامة وخلينا أقولك يعني أنه هل هو فعلاً بالواقعية دي؟ تماماً خلينا نتكلم في فكرة مهمة قوي تصميم الابتسامة في منه شقيني شق تجاري وده اللي 99% موجود في مصر والوطن العربي اللي هو بيجي العيان أو الكلينت بتاع التجميل يقولك إيه؟ لو سمحت يا دكتور أنا عايز أجمل أسناني بس وريني تصميم الابتسامة بتاعي الأول يوم الدكتور مصور لها أسنانها أسنانها بس من غير ما يصور أي حاجة تاني ويوريها تصميم للأسنان ويقول لها ها إيه رأيك في التصميم ده تمام؟ تقوله تمام ده كده اسمه تصميم ابتسامة تجاري هل ده ليه أي معنى أو ليه أي قيمة؟ لا هل ده مؤثر في الشكل النهائي اللي هيطلع؟ برضو لا تصميم الابتسامة المعمول مظبوط ده بيتكون من حاجتين هنا عقلك وعينك عقل الدكتور وعينه زوء الدكتور أنا في الحالة دي هعمل إيه؟ هطلع إيه؟ مش فكرة سوفتوير بطلع وكان زمان بقى فاكرة يا دكتور أيمان يقول لك إيه الجولدن بربورشن والريد بربورشن والتصميم الابتسامة والسنة دي تبقى قد السنة دي ودي طلع ودي ده أخلق كل الكلام ده كله ماشي على عيني وراسي لكن تصميم الابتسامة بالمعنى الحقيقي اللي هو أنا دكتور أيمان جايلي يعمل أسنانه يعمل ابتسامته أطلعه من عندي شكله حلو إذن أنت تريد أن تجعل إنسان من تصميم ابتسامته شكله أحلى بالضبط إحنا زي ما اتفقنا فكرة إن أنا خلي الدحكة شكلها أحلى ده مش زي الصورة اللي موجودة المنتشرة الصورة زي دي ده التصميم اللي ابتسامة المنتشر اللي هو التجاري اللي هو الجولدن بربورشن ومش عارف والكلام ده كله على عيني وراسي وكلام يحترم بس ده مش هيعمل ابتسامة ليه؟ أنت يا دكتور أيمن شايف شفاف المريض أو وشه في الصورة دي لا شايف أسنانه طب إنت إيش عرفك إن الأسنان المصممة دي هي دي لو بالتصميم ده هتطلع حلوة على وش المريض فإذا فكرة إن أنا أروح لدكتور السنان وقل له وريني التصميم اللي ابتسامة بتاعي قبل ما نبدأ ووريني تصميم زي ده كده أسنان فقط ده كده مش تصميم ابتسامة هوريك حالة يا دكتور أيمن دلوقتي المعنى الحرفي لكلمة تصميم ابتسامة حالة زي دي ده كده هو بيتحك حالة صعبة على فكرة حالة صعبة جدا جدا لأنه هو صغير في السن أيما أنا لسه هقول لك الانطباع الأول اللي يوصلني إنه كبير بالضبط الانطباع اللي يوصل لأي حد إنه هو كبير وهو صغير فإحنا عايزين نرجعه لسنه لإيه؟ الطبيعي الطبيعي أو أصغر كمان من الطبيعي فلو شفنا الحالة دي بعد دي محتاجة تصميم ابتسامة بص بقى ده لازم يتصور فيديو بص يا دكتور أيمن في الفيديو هتلاقي السنان اللي تحت بتباني واللي فهم ما بتبانش وهي تكسير في السنان اللي تحت تمام إنما بالضبط في حاجات كتير قوي بس الفكرة الأساسية إنه هو بيتكلم مفيش أسنان بتباني واللي تحت كمان اللي بيقوله ده أوحش يعني لو ما فيش خالص هيبقى الدنيا أحلى لو شفنا الصورة تحت ده كده هتعملوا تصميم ابتسامة شف بقى ده كده في الفيديو أنا مسور فيديو مش مسور صورة بص يا دكتور أيمن الفرق بين الصورة فوق والفيديو اللي تحت ده كده هتعملوا تصميم ابتسامة ده كده تصميم ابتسامة حقيقي يعني العيان جاي من عندي ابتسامة خارج بابتسامة مختلفة متصممة من الأول وجديد هنا بقى اسمه تصميم بتسامة هنا قدر اقول انا عملت للحالة دي سميل ديزاين مش ان انا اواريك اسنان على فكرة الراجل ده اللي عين ده اسنانه طولها عادي عشرة ملي هي مش باينة نتيجة ان شفافه نازل لتحت شوية طول السنان اللي تحت في الفيديو اللي احنا عملنا هلو مش طبيعي 13 ملي طويلة جدا طب احنا عملنا تصميم للابتسامة وصلنا لل13 ملي ده بنان على الفيديو اللي احنا صورناه كده مفيش حاجة اسمها تصميم ابتسامة على صورة لازم فيديو يبقى انا كده غيرتله ابتسامته طبعا عن طريق الفينيرز او الكشور الخزافية في 4-5 ايام فانا انا كده قدر اقول ان انا عملت تصميم ابتسامة غير كده خلاص ده حاجة تجارية طيب و احنا بنتكلم في تصميم الابتسامة وبنتكلم في التيرن اوفر اللي في الشكل فيه عامل مهم جدا الناس بتعملوا حساب جامد دلوقتي وعمل الوقت لانه كمان في طب الاسنان قبل كده كان الوقت بتاع صناعة ابتسامة ده بياخد وقت طويل جدا انا اعرف ناس من 6-7 سنين كانوا بيعندوا 9 شهور يعملوا في ابتسامة 9 شهور ده فينا 5 سنين يعالج في سنانه مش بس ابتسامة بيعالج في سنانه انا بالنسبة دي عامل الوقت ده من اهم ان لم يكن الاهم عامل في موضوع طب الاسنان الوقت لان احنا دلوقتي العصر اللي احنا فيه ده سريع جدا انت دلوقتي عشان عيان تقنعه بتقويم محتاج مجهود جبار لان التقويم بياخد وقت عشان تقنعه بتجميل في اربعة يام هو ممكن ما يصدقكش لان هو عنده بد هستري عنده خلفية قبل كده ان علاج الاسنان ده بياخد وقت طويل وهيفضل يروح للدكتور لحد ما يزق منه لو شفنا حالة زي دي حالة زي دي لو ركزت يا دكتور ايمن هتلاقي ان هي عاملة حشوات في سنانها دي المريضة دي ايه اللي هي بتعمله سنة بتساوس بتقوم رايحا لدكتور السنان يعادها ساعة بره وبعدين ساعة جوه يحشيلها السنة ويروحها السنة اللي جنبها تساوس بتقوم حشيا السنة قاعدها ساعة بره في الريسيبشن عنده وساعة جوه تفضل كده سنة سنة لحد لما زهقت من دكتور السنان الكيس دي او المريضة دي في الغالب ما بتبقاش هي اللي جاية تتعالجها بتبقى جاية مع حد تاني بيتعالج فانت بتيجي تقول لها انت ليه سايبة نفسك كده تقول لك لا انا ما عنديش وقت والله وعملتها وبعدين بازت تاني وهي دي على فكرة عاملة تجميل في اسنانها وباز الحالة دي عاملة تجميل بس الماتيريا اللي مختار غلط هي عاملة حشوات تجميلية الحشوات التجميلية بتقلب لونها وشكلها بيبقى كده في غضون سنة او سنتين انا ما باشتغل هي ما بحبش عامل الحشوات انا بحب الشغل اللي يتعمل يفضل مادة الحياة وبتاخد عليه جرانتيق او ضمون مادة الحياة طب لو شفنا الحالة دي بعد هي بقت كده فقد ايه فاربع خمسة ايام هي نفس الحالة هي نفس الحالة هل هل هي احنا كل المجهود اللي بازلنا معاها ان احنا نقنعها ان انت شغلك هيخلص في الوقت ده في جلستين يعني دي بتجيدي جلسة بنحضر كل الاسنان والجلسة التانية بتركب كل الاسنان جلستين وتبقى الدنيا تماما فاربع خمسة ايام طبعا لو وريتك الفيديوز اللي احنا مصورينها بعد وهي بتقول انا مش مصدقة ان انا وصلت من الشكل ده للشكل ده في أربع خمسة ايام هي مش عمرها ما تصدق طبعا سيبك بقى من الفلجة اللي تقفلت سيبك من اللون طبعا هي هتفضل عيشك ايه طول عمرها بالشكل اللي تحت ده وشكل السنان السنترال يعني هو كان ده كانت بايزين السنان السنترال كانوا بدئين من فوق من فوق رفيعين وعلى تحت تخان قوي الفلنجة كده الفكرة كمان في حاجة دي حالة تجميلية بغرض العلاج يعني هي دي جاية المفروض تعمل التركيبات التجميلية دي اللي تحت بغرض العلاج اصلا قبل ما يكون في تجميل احنا معاها بنديها تجميل انما دي بغرض العلاج انت تعرف انا بقى استفدت حاجة انا مهمة قوي 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 لما عملت السنان وصممتها انت بشكل ده اكتشفت اكتشفت انا في السيتي دي بعد طول نظر للصورة الاولينية انه شفايفها حلوة لم اعرف الصورة الاولينية شفايفها الحلوة انا مش شفتهاش الشفايف الحلوة الا بعد ما عملت سنان تعال اقول اول حاجة بتركز معها الشفايف عينك بتجيب الشفايف لا ده نعيني السنان غلبت الشفايف يعني انا اساسا لما سألتك قلتلك هي دي لانا شايف شفايف حلو قوي اتاري هي حلوة من الاول لو انا مش شايف الشفايف الزبط أنت العين بتشوف الحاجة البيضة لأول ده هي ده بازت لدرجة الناس يا ترى عاية رغم أن أنا أساسا من الناس اللي بتنزل للشفايف وبتشوف أبعادها مظبوطة دايما أنت قولي يعمل فيلر في الحالة دي كل ما أريك حالة يعني شايف السنان ضغط على جمال الشفايف لدرجة أنها مفيش مش 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 فتقاش إلا لما السنان الزبط الزبط هالفكرة كلها زي ما اتفقنا حالة زي دي زي ما بقولك يا دكتور عامل دي ما بتبقاش جاية كده دي بتبقى جاية مع حد وإنت اللي بتقولها أنت ليه سايبة نفسك كده لأنها بتبقى فقدة للأمل في الوقت في عامل الوقت خباكة هي مش صغيرة فما عندهاش استعداد أن هي تفضل رايحة جاية على دكتور السنان تاني أنت أنت تاخد الصورة دي فحطها كده يعني من الصور الأيقونية عنك حطها علقة علقة لأي بقى أن الصورة دي يعني مش ممكن لا مش دي الاتنين الاتنين فوق بعض أيوة هم الاتنين إزاي إنه السنان قادرة على إخفاء جمال شفايف وفي وقت قد إيه بقت عملت في يومين أربعة لأ أربعة سنان بس هما two sessions جالستين أيوة هما جالستين بزبط بس بينهم أربعة سنان بزبط عبل ما جهزنا الماتيريال نوع إيه الماتيريال دي ايماكس ألترو أنا بحب الايماكس لأن الايماكس وزنه زي وزن السنان بالزبط وقوته زي قوة السنان فاللي يأزي الأسنان الطبيعية يأزيها لو أنا اخترت مادة قوية قوي ولا قدر الله تخبط في السنان المادة القوية دي هتفضل موجودة واسنان أنا هتكسر اللي تحت التركيبة فأنا ببقى عايز أنا عايز أضحي بالتركيبة لو حصل أي مشكلة في سبيل إن أنا أخلي الأسنان بتاعتي الطبيعية سليمة يعني برضو سنان البنت لو جينا بصنا الحالة تاني معلش سنان البنت دي تاني تحسني فيها عامل خارجية أثرت عليها يعني هل هي كانت كده لوحدها باللون ده بالتخير ده كده من غير حاجة ولا كان بتاخد دوى ولا هي إيه يعني لا دي عاملين الأول عامل التقدم في العمر شوية فبيسر الأسنان يسفرد شوية الثاني عامل الحشوات التجميلية أنا هجيب لك بقى حالة تانية العامل الخارجية هي اللي بووظل حالة تماما حالة زي اللي موجودة دي دي أول ما تشوفها كده دكتور عيمان قولي بلد الراجل ده إيه من غير ما تفكر أنا أول ما بيجي لي أول ما بيدحك بعرف هونين يعني أنت بلد السنان دي مشروه فيها الراجل ده منين بلد عربي أه والسنان بتاعيبتهم كتير فيها عيوب كلهم كده عيوبهم في السنان كتير صح وعامل خارجية اليمن اليمن ليه بقى عشان القاتل بالزبط بيخزنه بالزبط هو اليمن الشقيقة يا جماعة مشاكل السنان فيها مشهورة جدا ده ده في كل العيادات توعد اليمني شخص جميل جدا مهزب جدا بيقدر الطب المصري جدا أول ما بيتكلم عيوب السنان فيهم كتير قوي قوي يعني قليل قليلا ما تجد حد يمني سنانه مظبوطة إلا لو عملت جميل بقى طبعا وقصون الجيل الكبار شوية تلاقي المسألة واضحة عندهم قوي قوي بالزبط القاتل مسؤول على الحكاية دي يعني ده سنانه بايزة كده من القاتل في جزء تاني من اليمن سنانه بايزة بسبب المية المية فعلا المية بالزبط المية بتاعتهم نسبة الملوحة فيها عالي قوي جدا ده بقى القاتل ده من العوامل الخارجية اللي بيبوز السنين العين اليمني على طول يجي بالسنان بالشكل ده يقول لي ايه بيض لسناني هي مش مسفرة هي متكلة القاتل ده يعني مادة حمضية بالزبط هو أساسا بياكل كأنه ميت نار حوالين السنان بالزبط هم بيخزنوا فترة طويلة من هم صغيرين فالسنان دي بتبقى مفرولة يعني ان لو عملت بإيدي كده هتطلع على حاجات دي كده ما يفعش فيها طبيعي بالمناسبة اللي بيحصل في الامن في موضوع القاتل ده شبه اللي كان بيحصل في الصين في الأفيون وتقريباً اللي وراء يعني نفس العقل نفس العقلية تعرف أن الصين نشروا الأفيون فيها لفترات طويلة جداً جداً غرقوا الصين أفيون الاحتلال اللي كان بيحتل الصين في الوقت ده اليمن اتحربت بالقاتل منذ عشرات السنين وهو عندهم كمان مش مش ممنوع بهمة خلاص ووصل لمرحلة الانتشار راجعت انه هيتمنع ازاي بالضبط فعلاج الحالة دي ما بياخدش وقت هكذا لسه برضو بنتكلم في عامل الوقت علاج الحالة دي ما بياخدش وقت برضو 4-5 دين ولكن في غلطة بقى ممكن يوعى فيها دكتور السنين مع الحالات دي ان هو يعمل قشرة تجميلية فينير بس هتركب على ايه ده التاكل بالضبط الفنير بتمسك بالضبط لا 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 ايوة الفنير بتمسك في طبقة تلمينة اللي القط أصلاً بوزها بالضبط فلو الحالة دي اتعمل لها قشرة تجميلية هتبوز دي لازم كفر كامل لازم السنين تتحضر كلها ويركب كفر ويحفز عليها لو شفنا بقى الحالة بعد طبعاً هو مش مصدق نفسه يا فرحة فرحة طبعاً ده ومش هيتأثر بالقاط لا مش هيتأثر الكراون ده مش هيتأثر بالقاط بالضبط فلو شفنا بقى الحالة قبل ممكن لونه يتغير شوية بالنظافه بسهولة هو لو غسل السنين وخلاص بس هو هيفضل كده خلاص ما فيش القاط مش هيأثر فيه دي اتعملت في 4-5 ايام عن طريق التركيبات التجميلية الإيماكس بس لازم الدكتور يبقى عارف هيئيه البرسيدور او ايه الطريقة اللي هيعالج بها السنين دي لان مش اي طريقة تنفع عشان ما ترجعش تاني ورجاء يا جماعة قدني ده الحبيبي الشعب اليمني انهم يبعدوا عن القاط بأي شكل من الاشكال يشوفوا حل للموضوع لانه في المطال الخطورة لو قصر جنبيه في المطال الخطورة بالضبط اتعمل في اديه الوقت ده 4-5 ايام ده حلو قوي عشان السيحة القلاجية دي شيء رائع وبالذات يا دكتور يمن انت برضو نواهت ان اليمن بالذات هو بالنسبة لهم الطب المصري في حتة تانية بصد اليمن ايه هو الاو يعني اكتر شعب عربي يرى ان الطبيب المصري افضل طبيب على مستوى العالم اي حد في اليمن شايف كده بالضبط ده من زمان بيقدروا الطب ما يتعالجوش برا مصر يعني هياء هخرج برا اليمن اتعالج اتعالج في مصر يا حقيقة وفي عدد من اطباء المصريين بيشتغل في اليمن محقق ان نجاحات كبيرة على فكرة يا حقيقة ربنا احفظهم خلينا روح بقى لحاجة تانية مهمة قوي وانت بتأمل خطة مش لازم يبقى في خطة بديلة في التصميم للسمع خطة مناسبة مناسبة وخطة بديلة ولا هي خطة واحدة ما هو انا اكتر حاجة بتدايقني في حياتي ان انا ضيع على التلينت او المريض بتاعي فرصة التجميل بسبب ان انا معرفش غير علاج واحد مكتوب في الكتاب انا غير ما فكر وده بيحطني في مشاكل مع داكاترة زمايدي ان انا ما بحبش اقول للعيان بتاعي في حل واحد مش مناسب للعيان ده فمش هيعمله فيعيش بشكل مش حلو طول عمره يبقى انا كده التأثير مني انا ممكن اقول للعيان بتاعي انا ما عرفش غير الحل ده فدور انت على حل تاني لكن ما اقولهش انت ملكش غير الحل ده انا اقوله لا انا بالنسبة لي ما عرفش غير ده كده تمام انا احترمك كده انما في حلول اخرى انا ما عرفهاش فاوجهه ان هو يسأل في حتة تاني لو شفنا حالة زي دي اولا هو عنده كم سنة خمسين سنة ايه المشاكل اللي عنده كلها معظمها الليها عراقة بالتقويم الاسنين عنده سنة عنده كروس بايت عند السنترل واللاترال اللي هي اللي جنب اللي في النص طرع برا الدنيا متلقبطة ومتلقبكة والنها بداخل جوه قوي ايه اللي قاعدوا الفترة دي ده راجل بيشتغل برا مصر في مكان معين هو مهندس مش هيعرف يركب تقويم خلاص كان ممكن يركب تقويم وهو صغير هل ينفع له التقويم اه ينفع هل مناسب ليه مش مناسب خلاص يعني هو مش مناسب ليه التقويم خلاص اقول له عيش كده برضو مش لاجك يعني في حلول تانية اه في حلول تانية التركيبات ليه لا اه وانا اصلا السنة اللي مين دي معمول فيها حشو عصب فكده كده هتتركب عليها السنان دي من كترة ما عملا تخش في بعض بدأوا يتلخلخوا يبقى انا كده مش بس هقصر عليه تجميلين ده انا هقصر عليه وظيفين العضة دي تخلي السنان تتلخلخ العضة دي والسنان قفشة في بعض كده السنان بتتلخلخ يبقى ده لو انا عملتله تركيبات تجميلية هبقى انا كده نفعته كشكل وكوظيفة انا هحافظ له على اسنانه ان هي مش هتتلخلخ هعدله العضة لو شفنا بعد خلاص السنان بقت مرسوسة العضة بتاعته بقت مظبوطة انت مش شايف سنان تحت في الداحكة عايزين الصورة قبل وبعد كده هتلاقي فوق فيه سنان تحت بينه الدنيا ملعبك في بعض تحت مفيش اسنان بينه ده كده مش حل يعني ده كده وجدنا له حل غير التقويم يبقى انا حرام عليها لو انا قلت له علاجك تقويم فقط انا كده ده يعطله خمسين سنة من عمره طيب الحالة دي اتعملت فقديه في اسبوع تمام ففكرة ان انا يبقى ليا خطة بديلة او علاج بديل ده مهم او ان انا قدي للعين الـ هو يختار المناسب لي في حال هل في حلول عزام الاسنان بالضبط حالة عزدحام الاسنان علاجها يعني ازدحم الاسنان 12 استنان ركبة على بعض حصل عدد الاسنان كتير عدد الاسنان كتير والفك حجمه صغير زي الحالة اللي موجودة دي الفك حجمه صغير مرصوص مرسوس فيها عدد أسنان كتير فبلاقي أسنان طلعة أو أسنان دخلة دي اسمها Class 2 Division 2 هي اسمها كده بتلاقي السنتين اللي في النص دخلين لجوه واللاترالز طلعين لبره حالة مشهورة جدا دي حلها إيه تقوين تفي حلول أخرى عشان البيشنت معدية سن الخمسين ومشي تعمل تقوين فيه طبعا حلول أنا ليه عايشها كده طول عمرة وعمتا يعني حل التقوين في الحالة دي هتخلع سنتين هتخلع درسين الحل التجميلي مش هتخلع ولا درس فأنا أرجح في الحالة دي مع سن المريضة دي مع كل حاجة يعني كوقت ككل حاجة دي المناسب لها التقوين مش التقوين لو شفنا الحالة بعد اتعرجت فقد إيه في 4-5 تيام بقت بالشكل ده أسنانها شكلها طبيعي جدا لونها أفتح نحكتها حلوة شكلها أصغر في السن كل ده في أسبوع وحل مناسب لها مناسب لسنها وهتفضل كده مدى الحقيقة انت عرفتنا دلوقتي عند بعلم لما بتوريني حالات بالنسبة للسنان كل حالة بتورها لي بتمثلي ممثل من الممثلين اللي أنا شفتهم أنا من محب السينما المصرية الأديمة أنا بتفرج على السينما مثلا من سنة 45 انتك 45 أو 44 لغاية قول 2000 وبعد كده بقى قليل بقى بنقي بقى كل فترة كده نقي في المحلو لكن من سنة 45 لغاية ده شفت سنان الممثلين كلهم ده زي سنان مين بقى في ممثلين شبه سنان اللي فات ده اللي فات ده اللي انت اللي هو ده الرجل الطيب ده لو شفنا سنان اللي فاتت دي نرجع تاني أيوة ده في ممثلين مش لازم يبهوا مشهورين مش لازم يبهوا مشهورين ده في يعني شفت سنان ناس مش مشهورة في السينما آآ لا يعني اتزعل قصد دي حالة مشهورة قوي اسمها ايها معروفة موجودين class two division two دي مشهور انا عايز اقولك ان السنان دي دي انا هوريك الممثل ده انا مش فاكر اسمه دلوقتي بس انا هجيبلك ممثل بالشكل ده بنفس السنان في السينما كذا واحد انا سنان انا شخصيا كده كده وانا عاملها تجميل انا شخصيا نفس الحالة دي فلازم ندي للمريض الحق في الاختيار المناسب ليه اصلا بقولك على حكاية السينما ليه قاعده يقولك ان فيه اجيال كتيرة جدا من المصريين فضلوا كده فضلوا بسنان بايزة لفترات طويل اخس جدا منهم نجوم على فكرة يعني انت تعرف ان سعاد حسني الله يا رحمه السنان اللي لعبت دور كبير جدا في بتاعاتها عن وسط الفن سعاد حسني سعاد حسني مسلت فيلم بسنانه وهي بايزة تماما اسمه الدرجة التالتة الفيلم ده اللي بوزه يعني اللي خلى سعاد حسني ما تقديش اداءها فيه اسنانه مش كانت عارفة تتكلم وكانت السنان شكلها فعلا فيه اصابات كانت كلها فيها اصابات وقعدت تعاني من المشاكل السنان للفترات طويلة على فكرة يعني ده يمكن انت مش متابع انت قصة حياة سعاد حسني الله يا رحمه طيب يبقى ايزا هنا في الكراونينج ممكن نعمل حاجة تجميلية تجميلية في 4-5 ايام تركيبات الفينيرز دي فينييرز على الكراونز في 4-5 ايام الموضوع تحل الموضوع بسيط العينة طايرة من الفرح مش مصدقة اصلا ان هي ممكن تعيج مشكلة بقالها 50 سنة معاها في الوقت القليل ده فكده واجب على الدكتور انه هو يدي حلول اخرى للمريض هسألك بقى سؤال مهم اوي هل في حالات التقويم ما يعرفش عمالها يعني يرفضها اه ايه بقى قليل بس موجودة يعني انا طبعا احنا في العيادة تخصصات العين بيجي لي انا بكشف عليه طلع مثلا محتاج تقويم انا ودكتور التقويم بنشتغل عليه طلع محتاج زراعة انا ودكتور الزراعة بنشتغل عليه طلع محتاج تجميل بس في سنينه بشتغل عليه انا والتيم بتاع الكراون بتاعه بتاع التركيبات السابتة طيب حالة بقى اول ما جات لك والله لا انا مش عارف اتصرف فهالجع للتقويم فبودي للتقويم يقول لي لا انا مش عارف اتصرف ارجع بقى انت ايه على الكراون على التركيبات السابتة يالله بقى مش انت بتقول لي التجميل والتقويم وفيه خناق وريني هتعالجه ازاي العين ده بقى انا بدرسه من كل النواحي اولا حالة التنمر اللي هو متعرض لها زي الحالة دي ده والده بيتنمر عليه يعني مش بس يعني مش بس أسوأ حاجة في الدنيا ان حد من الاهل يتنمر بالضبط يعني ان والدك يتنمر اخوك الكبير ده حاجة رخمة اوي بالضبط فده والده بيتنمر في وقت العصبية بينهم في وقت الخناق بيقولوا يعني فهم كذا بسنينهم بيشتموا بسنينهم ده ما يستحقش يكون قب ده فيه ناس كده ما تستحقش تكون قب معلش انا انا الحكاية دي يعني انا ممكن تنرفز عليه جدا مهم ومالوش علاج تقويم اه طب ليه علاج جراحة اه بس الجراحة دي مكلفة اوي ليه فش ومكزيلر بالضبط اه واجه وفكين مكلفة وهيقعد في البيت ست شهور ومصاريف هي سنتين هي هيقعد في البرشتر سنتين بس هيقعد في البيت يجي ست شهور ولا حاجة مهما يقول لك بقى انت هتنزل وبعد شهرين وشهره ايه الموضوع رخم 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 الحالة دي خلاص وما فيش تقويم فانا طيب هسأل دكتور التقويم اه انت ما فيش حل خالص نهائي يعني الموضوع تقفل بالنسبة لك قد قفل مش هتعرف ترجع عملناه طبعا اشعاد ثلاثية الابعاد الموضوع العظم نفسه فيه مشكلة فمش هيبقى فيه تقويم فلجقنا الحل انا بقى بقولك بحسب بقى كل ايه كل الظروف تنمر الاهل تنمر الصحاب هو في سن الجواز عايز يتجوز اه الوضع زميله فيش كل ده وملوش حل تقويم فانا خلعتله السنة اللي في النص دول وبقينا الشكل اللي احنا لسه اللي هنشوفه دلوقتي ده طيب انا كده اه دخلتله ستنان وقد ايه يا كتير بصك يا دكتور ايمان الخط الاحمر اللي راسم انا عشان اباين لك احنا دخلنا قد ايه بص علاقة السنة اللي في النص بالشفة فوق وتحت انت حقنته بوتوكس كمان في الشفة الفوقانية اعرفت من ايه انت عيب عليك مش طبعا اتحقن له بوتوكس اه بس الحالة دي تشله جزء كبير من اللسم اه طبعا وتحقن له بوتوكس وتخلع السنتين اللي في النص يعني احنا ضحينا بالسنتين اللي في النص في سبيل التجميل انا بالنسبالي القلم النفسي اصعب بكتير قوي من قلم البندي يعني انت لما في حد تحبان نفسية ممكن تلاقيه جاب مشرة تشرح ايله وعايز يتقلم هو اللي يتقلم يعني مش نفسيا يتقلم مش مهم المادة مادة ايه الفلوس بتروحه تيجي بس هو المهم انه يبقى مبسوط بالزبط اه فرجعنا له سنينه كده وهو الحمد لله دلوقتي خطب يعني مبروك يعني بعاتلي طب الحالة دي تعالجت فادي ايه لا دي بتاخدش وقت طويل اه اسبوعين اه اسبوع لللاسة واسبوع لللاسة اللي هتاخد وقت شوية عشرة يام والاسبوع بالزبط عشان تلتقل يعني فالفكرة كلها ان انت ما ينفعش تسبت طريقة علاج وتعالج بها كل العيانين والعلاج اللي مكتوب في الكتاب ده حاجة ومخك انت وعينك حاجة تانية عيان زي ده لف على دكاترة مصر كلها بيدعي المين بس هو الدكتور اللي عالجه بس انما اننا اقول له ملكش علاج غير الجراحة اللي هو مش هيقدر ماديا عليها ولا هو بيشتغل فمش هيقدر يسيب شغله لا لازم يحط له حل بديل الحل البديل ده هو اللي احنا عملين انت نوارت وابدعت الله يخليك وامتعتني في رحلة ممتعة جدا في عالم اسمه عالم التجميم وتصميم الابتسامة تصميم الابتسامة عايز قرار يكون قرار فيه اكثر من مراعاة لأكتر من جهة الوقت واضح انه عامل مهم جدا الامكانيات المالية عامل مهم جدا جدا وايضا لازم واحدة بنعمل لازم نضع باعتبرنا الشكل الوظيفي وما ينفعش ان انا اجور او اجي على شيء مقابل شيء ما ينفعش اجي على الوظيفة جدا فالوظيفة تبقى في خطر مقابل التجميل وفي نفس الوقت ما ينفعش برضو خلي مساحة التجميل دهيئة لازم يخلي مساحة تجميل اكبر ومناسبة مع الاحتفاظ بالوظيفة دي معادلة مش سهلة ما اقدرش عليها الى المتخصصين ضيف العزيز دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان مؤسس لمركز برايتي لطب الاسنان وعضو جمعية الامريكية لتجميل الاسنان نورت الدكتور دكتور دكتور